الهساء من سكاين يوز عربية مع فيصل بن حريز التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في الرياض بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعرب الملك سلمان عن ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين من جهة يأكد عبد المهدي أن زيارته هذه تجسد توجه حكومة بلاده لتقوية العلاقات مع المملكة ولتحقيق الامن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة هذا وقد وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية كما تم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات شهدت العلاقات السعودية العراقية مزيدا من التطور خلال الفترة الماضية آخر حلقات مسار تطوير العلاقات الثنائية هي زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للرياض على رأس وفد يضم 11 وزيرا وعشرات المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال العراقيين زيارة تتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة وزير التجارة والاستثمار السعودي أم ماجد القسب قبل نحو اسبوعين إلى بغداد تلك الزيارة التي شهدت افتتاحها قنصلية سعودية وتوقيع اتفاقية لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بالإضافة لتخصيص مليار دولار للمساهمة في تنمية العراق لم تكن أولى خطوات التقارب بين البلدين إذ بدأت المرحلة الجديدة في العلاقة السعودية العراقية عام 2015 بافتتاح السفارة السعودية في بغداد تبع ذلك بعد عامنا تعيين قنصل سعوديا في إقليم كردستان وفي 2017 تم توقيع مذكرة تأسيس مجلس تنصيق مشترك كان الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين كما شهد العام نفسه عودة للرحلات الجوية بين البلدين بعد توقفنا دام ربع قرن كما تم فتح المعابر الحدودية وفي العام ذاته أيضا تم تأسيس لجنة تجارية مشتركة بين الرياضي وبغداد وفي عام 2018 أقيمت مباراة بين منتخبي السعودية والعراق كانت الأولى منذ تسعة وثلاثين عاما علاقات سعودية عراقية دخلت فصلا جديدا يسعى من خلالها الطرفان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويقول متابعون إن تطور العلاقات بين بغداد والدول العربية يسهم بشكل كبير في مواجهة النفوذ الإيراني في الساحة العراقية وهو ما يخدم مصالح الأمن القومي العربي ويواجه تعمد طهران التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية النقاش معنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سامي المرشد وينضم إلينا أيضا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبدالله أهلا بكما ضيفي الكريمين نبدأ معك بداية دكتور خالد يعني عادل عبدالمهدي قال أن العراق يرغب في تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية وأكد أن تبادل الزيارات الأخيرة بهذا المستوى الكبير يفتح آفاق واسعة بين البلدين في رأيك يعني ما الأفاق التي تفتح هذه الزيارات على مستوى عال بين البلدين بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك أستاذ فيصل والضيفي الكريم وجميع مشاهدي في قناة سكاينيوز عربية وشاكل لهذه الصدافة بالتأكيد هذه الزيارة لم تأتي عن فراغ وإنما جاءت في إطار نسق كبير جدا لعادة أوج العلاقات العراقية السعودية العراق والسعودية المملكة العربية السعودية هم كانوا مؤسسين للجامع العربية لذلك هنا نتحدث عن التحرك الكبير الذي حدث بشكل كبير جدا في عهد الملك سلمان للحديث عن عادة هذه العلاقات بشكل جدي وليس فقط في جانب سياسي وإنما جانب اقتصادي وإذن تنفتح على كل مستويات بجانب الثقافي التربية التعليم الصحة إلى جانب الاستثمارات في إطار القطاعات الصناعية نتوقع اليوم مثل ما جاء الوفد إلى بغداد من قبل المملكة العربية السعودية بتسعين شخصية بينها تسع وزراء اليوم السيد عبد الميدي يذهب إلى الرياض بوفد كبير 105 شخصية عراقية من ضمنها داعش وزير وهذا يدول بشكل حقيقي إلى النية الصادقة والأمور التي يمكن من خلالها تفضي إلى مزيد من العلاقات المتشابكة التي يمكن من خلالها أن تخدم كل البلدين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي بالتأكيد هنا نتحدث عن المحطات الكثيرة حقيبة السيد عبد المهدي مليئة جدا الاستثمارات والفرص الاستثمارية التي تعطى المملكة العربية السعودية هناك من يتحدث عن 157 مشروع استثماري هناك من يتحدث عن الربط خطوط الكهرباء بين المملكة العربية السعودية من يتحدث عن استصلاح أراضي كبيرة من قبل المملكة العربية السعودية إذن هنا نتحدث عن المنظور المستقبل لهذه العلاقات بأنها عادة إلى طبيعة الحقيقية خصوصا بعد الانكفاء الذي حدث بعد 2003 لذلك نتوقع أن استشعار هذا الأمر سوف يلبي طموحات الجارة المملكة العربية السعودية والجارة العراق ونتحدث عن مصالح الشعبين بدرجة حقيقية وأساسية على الرغم من تعقد المشهد الأقليمي وأيضا الساحة الداخلية العراقية التي أيضا ليست فيها الكثير من عناصر الاستقرار السياسي الذي يمكن من خلال أن نتحدث عنه عن عريحية في صيغة حقيقية سنتحدث عن هذه التحديات لكن بعد قليل سيد سامي إلى أي درجة هذه التحركات من المملكة العربية السعودية يمكن فهمها بأن هناك بالفعل مرونة أكبر من صانع القرار السعودي وفهم كبير للتحولات السياسية التي تحدث وحدثت في العراق بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك أخي الكريم والمشاهدين ولضيفك الكريم الأخ خالد من بغداد الواقع أن العلاقات السعودية العراقية يعني بدأت بالعودة مثل ما ذكر ضيفك الكريم منذ عام 2015 عندما تم تعيين سفير سعودي وهذا التوجه السعودي في الواقع لمد اليد والعودة إلى الأشقاء في العراق بعد مرحلة قطيعة استمرت طويلا مع الأسف الشديد وبعد أن قام الأشقاء في العراق بإعادة هيكلة المؤسسات والنظر إلى استراتيجية جديدة بدأت مع حكومة رئيس الوزراء السابق السيد العبادي وبدأ تبادل الزيارات المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية تنظر إلى أهمية هذا البلد العراق الشقيق بلد عربي كبير مهم لذلك كان لابد من إعادة التضامن العربي أن تعود هذه الحلقة التي كانت مع الأسف مفقودة بين الدول العربية معظم الدول العربية لا سيما مع المملكة العربية السعودية والعراق الشقيق ورأينا يعني رأى البلدين الحكومتين والشعبين الشقيقين أن هذه القطيعة لم تؤدي إلى مزيد من التدهور للأخوة في العراق وإلى مزيد من العودة مع الأسف إلى الوراء وخسارة لكل الأطراف في المنطقة يعني العراق دولة مهمة موقع استراتيجي بلد كبير كان لا يمكن أن تترك وتبقى هكذا يعني مسرحا للنفوذ الإيراني الذي ثبت في الواقع للأخوة العراقيين قبل السعودية وقبل الدول العربية أن هذا النفوذ الإيراني مع الأسف الشديد أحادي الجانب لم يفد العراق والشعب العراقي بل زاد من يعني العودة إلى الوراء التقهقر في الاقتصاد عدم استثباب الأمن الخلافات الحزبية والمذهبية والسياسية ازدادت خلال تلك الفترة ولكن هذا الحمد لله أصبح إن شاء الله من الماضي طيب وهنا السؤال أستاذ سامي يعني هنا السؤال كيف يقرأ صانع القرار العراقي هذه الفرص يعني مد اليد من المحيط العربي الخليجي للعراق هنا سؤال لك دكتور خالد عبدالإلهي يعني بين استرضاء إيران ونفوذها والقوة المسيطرة في العراق التي لا يمكن إنكارها وبين الاستفادة من الفرص الجديدة التي تفتحها دول الخليج السعودية كمثال يعني كيف يمكن أن نفهم طريقة قراءة صانع القرار السياسي العراقي لهذا التحدي الآن من الضغط الإيراني والنفوذ والفرص الكبيرة لبغداد يعني هنا نتحدث عن سياسة التوازن الذي يريد العراق أن يحققها ولو هي مسألة تحقيق التوازن في إطار العلاقات الدولية من الصعوبة جدا أن تتحقق ولكن العراق يريد أن يقول للعالم حتى فيما يتعلق اليوم بالصراع الأمريكي الإيراني أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الاختلافات في وجهات النظر بين مملكة العربية السعودية وإيران في إطار بعض الملفات يجب أن لا يكون هناك استثمار واستغلال للساحة العراقية لتصفية هذه الصراعات وهذا ما تحدث عنه السيد الرئيس الجمهورية في قمة تونس الأخيرة عندما قال بأن العراق يبحث عن نقطة للاتصال للتواصل بين كل دول الجوار والمحيط الأقليمي هذا من ناحية من ناحية أخرى علينا أن نتحدث بمنطلق المصطح العراقية والثابت الوطني بعيدا عن المكونات وبعيدا عن الطواف وبعيدا عن القوميات والمذاهب منذ 2003 والساحة الداخلية العراقية غير متماسكة يعني هذه المرحلة نتوقع يجب أن تكون مرحلة لبناء الإنسان العراقي والدولة وبالتأكيد هنا نتحدث عن جالب المصطح التي يمكن من خلالها أن تفضي هذه الاستثمارات العراق بعد مرحلة التنظيم داعش يحتاج إلى الاستثمارات وإلى الاقتصاد وإلى المنح وإلى العودة بشكل كبير جدا إلى إشغال مكانه في إطار كيطرف مهم جدا في إطار الركاز الإقليمية هذا يستلزم أن تكون السياسة الداخلية العراقية متماسكة على الرغم من التحديات التي أشرت إليها لكن عندما نتحدث اليوم عن المملكة العربية السعودية بمعنى آخر عن العلاقات العراقية الإيرانية فبالتأكيد هنا نتحدث عن التوازن الذي يجب أن يكون الساحة العراقية نقطة للتواصل والاتقال لا أن يكون هناك انحراف لهذه العلاقة على حساب العلاقة الأخرى وبالتأكيد زيارة الوفود الكبيرة وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحديث عن المجلس السياسي الاستراتيجي الذي وقع في 2017 أنا أتوقع اليوم في 2019 سوف جنينا هذه الاستثمارات على مستوى استثمارات متوسطة واستثمارات كبيرة لكن أفهم من كلابك دكتور خارج قبل الانتقال إلى هذه النقطة هل تقرأ تحركات صانع القرار السياسي العراقي بأنه يود تحقيق توازن بين العودة إلى المكان الطبيعي العراقي العربي وأيضا توازن في الكفة الأخرى مع العلاقات مع إيران هل هذه وجهة نظر الاستراتيجية بغداد للتعامل مع محيطها العربي العربي أول شيء نتحدث اليوم عن الجانب الجغرافي الجيبولوتوكس هو حاكم الحاكم الأساسي في إطار العلاقات العراقية الإيرانية والعراقات السعودية العراق بلد مجاول للسعودية وبلد مجاول لإيران فبالتأكيد نتحدث عن هذا الجوار الذي يجب أن لا يشكل عقدة كبيرة جدا في إطار العلاقات العراقية السعودية والعلاقات العراقية الإيرانية هنا نبحث عن المصالح التي يمكن من خلالها أن نحققها لا نريد أن يكون هناك تجيير للسياسات المتشنجة وأيضا الحديث عن التدخلات في الشأن الداخل العراقي أو الحديث عن جانب طائفي أو قيمة أو مذبي أن نتوقع اليوم السياسي العراقيين عندما يخرجوا واعترفوا بأن الأخطاء السابقة التي جاءت بعد 2003 تضررت بها العملية السياسية لذلك هنا نتحدث عن جانب المصطح الذي يجب أن يكون حاكم في صياغة أي علاقة وبالتأكيد هنا نتحدث عن أن المصطح مع إيران يجب أن تقارن المصطح مع المصطح العربية السعودية مصالح عادية هو نفوذ كبير ومتوغل ويؤثر على استقرار المنطقة أود أن نستمع إلى رأيك سيد سامي فكرة التوازن هذه هل أصبحت مقبولة؟ هل يمكن بالفعل أن يقبلها المحيط الإقليمي الرافض للنفوذ الإيراني في الداخل العراقي الآن؟ يعني أخي الكريم يعني العلاقات بين الدول يجب أن تبنى على السيادة وعلى المصالح يعني إذا كانت العلاقات الإيرانية العراقية تتخطى هاتين النقطتين بالطبيعي سيكون هناك خلل يعني لا أحد ينكر الموقع الجغرافي دولة إيران دولة كبيرة على حدود العراق وهناك علاقات تاريخية ومصالح مشتركة ولكن يجب أن تكون هذه مبنية على أسس السيادة ومبادئ حسن الجوار والمصلحة المشتركة والتعامل بين دولة ودولة هكذا تتعامل المملكة العربية السعودية مع الأشقاء في العراق هي مبنية على علاقات جوار إضافة على علاقات القربة لا يجب أننا لا ننسى أن العراق دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية يعني هناك خصوصية لعلاقات العراق العربية لذلك السعودية طبعا لا تضع شروطا على الأخوة في العراق بالنسبة لعلاقاتهم مع إيران إلا من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم محاولة إيذاء الدول العربية من خلال العراق يعني بمعنى آخر إذا كانت إيران ترسل ميليشيات الحرس الثوري من خلال الجغرافية العراقية لتؤذي الدول الجوار العربي طبعا هذا سيكون مرفوض ليس فقط من المملكة العربية السعودية ولكن من الدول العربية مجتمعة يجب أن نتذكر أن العراق كانت حاضرة في مؤتمر القمة الأخير في تونس وكان قرارا صريحا واضحا بمنع أي تدخلات في شؤون الدول العربية من الدول الجوار سواء تركيا أو إسرائيل أو إيران واضح النقطة واضحة سيد سامي دعنا نستمع للنقطة التي أترتها كيف يمكن إذن دكتور خالد كما أشار دكتور الأستاذ سامي يعني إلى كيف يمكن أن يبني العراق علاقته مع إيران الجغرافية السياسية تفهم من الدول الخليجية والعربية لكن كيف يمكن أن تبني العلاقة على أساس المصالح وأيضا السيادة أول شيء الدستور العراقي واضح عندما يشير في المادة الثلاثة بأن العراق جزء أساسي من العالم العربي ومؤسس الجامع العربية والمادة الثامنة عندما نتحدث عن السيادة ونتحدث أيضا عن جانب مبدأ حسن الجوار البرنامج الانفتاح الحكومي على دول الجوار أسسه السيد العبادي وكان من الثمرات التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن ترطيب العلاقات العراقية السعودية واليوم السيد عبد المهدي عندما يتحدث عن الانفتاح إلى دول الجوار وعندما يتحدث عن زيارات إقليمية أجراها لبعض دول المنطقة فبالتأكيد يريد أن يتحدث بأن العراق قد أرهق فيما يتعلق بتصفير الأزمات ما بين الدول في داخل المشهد العراقية العراق يريد أن ينأى بنفسه يتبع سياسة النائب النفس يحاول أن يبحث عن المصالح لا نريد أن نتحدث اليوم عن جانب السيادة التي هو في إطارها أثار الضيف بأن العراق يجب أن يتعامل في إطار العلاقات الدولية مع السيادة ومع جانب المصطحة أنا تحدثت عن هذا الأمور مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول هو مبدأ أساسي ومهم جدا حتى في إطار منظور الممتحدة وبالتأكيد هنا نتحدث حتى عن ميثاق الجامع العربية العراق لا يريد أن يبتعد كل البعد عن العمق العربي العمق العربي ظهوري ضروري ومهم جدا للعراق بالتأكيد لكن هنا نتحدث أيضا عن جانب الجغرافية السياسية ونتحدث عن العمق الإسلامي في إطار العلاقات العراقية مع إيران أو مع أي دولة أخرى خصوصا مع المملكة العربية السعودية أيضا لديها عمقا عربيا وعمقا خريجيا وعمقا إسلاميا لذلك يريد أن يحقق هذه العلاقة في إطار المصالح التي يمكن خلالها أن تنتج طبيعة علاقات هادئة لا تنعكس سلبا فيما يتعلق بالداخل العراقي الداخل العراقي ما زال غير متماسك ما زال هشا يحتاج إلى مزيد من السنوات لكي نستطيع أن نحقق هذه الآلية التي يمكن من خلالها أن نحقق فعالية كبيرة على مستوى العلاقات أنا بتقديري الوفود الذي جاءت من المملكة العربية السعودية والتي ذهبت من بغداد أيضا إلى الرياض أن أتوقع حجم هذه الوفود وطبيعة الدورة التي عقدت في بغداد للمجلس الاقتصادي أو المجلس التنسيقي بين العراق وما بين السعودية أن أتوقع هذه كلها شكلت نقطة جوهرية مهمة جدا في بحث العلاقات العربية من جهة والخليجية دليل على ذلك زيارة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية في أحد الاجتماعات مجلس التعاون الخليجي وهذه أول مرة تحدث في إطار هذا الجانب هذا يعني أن هناك استقراء كبير جدا إلى محاولة دمج العراق في إطار المصطحة وهذا أيضا شيء إيجابي وجدي في إطار هذه المصطحة التي يمكن أن تحقق في إطار المصالح التي ذكرتها في إطار منظومة المصالح المتشابكة أفاق أستاذ ذسامي هذا العمل المشترك الذي بدأ منذ سنوات لإعادة هذه العلاقة إلى سابق عهدها كيف تنظر إلى أفاق المرحلة المقبلة في دقيقة إذا سمحت نعم يعني واضح جدا أن الإرادة السياسية لكل الدولتين بالتقارب بالعمل المشترك بزيادة الاستثمارات بزيادة التجارة بزيادة التواصل بين الشعبين فتح الحدود فتح القنصليات يعني كما ذكر ضيفك الكريم هذه الوفود الكبيرة التي تأتي من قبل الدولتين لبعضهما واضح أن تفتح أفاق واسعة للتعاون الإرادة السياسية والنية الحمد لله سليمة ونتمنى للأشقاء في العراق يعني تدريجيا أن يتخلصوا من النفوذ الإيراني في التدخل في الشؤون الداخلية هذا ضروري لأنه بغير ذلك المملكة العربية السعودية ترسل الأموال وترسل التجارة وترسل الكهرباء ولكن مع الأسف الشديد في الأعوام الأخيرة إيران ترسل للدول العربية البليشيات والمذهبية والمشاكل لذلك هناك فرق بالتوازن بين المثالين نتمنى للأخوة العراق وواضح أن السياسيين في العراق وصلوا إلى هذه النتيجة ورأينا كيف أن الشعب العراقي يرحب بهذه المساعدات السعودية وبهذا الانفتاح السعودي على جميع أفاق التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العراق الأستاذ سامي المرشد البحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض وكل الشكر لضيفنا من بغداد الدكتور خالد عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد شكرا جزيلا لكم